اليوم لاحظنا بعض عمليات جني الأرباح المستمرة بالسوق لنعود من جديد لبدء عمليات شراء بمنتصف الجلسة هل التقرير الذي صدر عن فتش كان أعطى نوع من الإيجابية نوعا ما بالنسبة للمستثمرين بعد خطوات المركز الحقيقة صحيح حصل ارتداد لا أعلى وحصل شوية شراء في السوق لكن برضو جيب عديهم موجة بيعية أداء الأمس أظن لازم مسيطر على السوق أظن ليس ستنتهي النهاردة أعتقد أن أداء مبارح السلبي أظن سيأثر على السوق شوية الفترة اللي جاية نحن طالعين أكثر من 1500 بنت مرة واحدة طبيعي جدا لو تكلمنا في أن نصحح تقريبا نصف التلعة فهذا ما يبقاش يعني أكستريم ولا حاجة وذي ظهر مبارح في أداء السوق تكون شمعة عكاسية قوية بفوليوم عالي أعتقد ده بيرجح شوية الميل نحو أن السوق سيحاول يصحح الصعود أو جزء منه يعني ما زلنا باتجاه عمليات جاني أرباح أستاذ محمد هل سنستهدف مستوى 7100 بهذا الجاني للأرباح يعني من 7000 لغاية 6600 كل دي مستويات دعم إن شاء الله طيب اليوم أيضا كيف عم نطلع على المستويات السعرية للبنك الابتجاري الدولي بعد التوزيعات اللي أقر 75 قرش اليوم أيضا في ارتفاعات واضحة كانت على السهم وعم نتحدث عن مستوى الـ 41-40 بعد التوزيع هل سنبدأ بعمليات جاني أرباح واسترداد التوزيعات البنك التجاري الدولي في خلال الصعود القوي اللي شهدوا السوق الفترة اللي فاتت بعد تحريك أسعار الصرف لم يشهد صعوب بنفس قوة السوق فيعني ربما يكون دايما في الموجات التصحيحية في بعض الأسهم بتحاول توصل للمقاومات اللي ما كانتش وستطلها في الموجة السعودية فيعني مثلا نهاردة شوفنا ورق تحرك مثلا زي الجوهرة زي يعني ورق تاني كمان زي AIC في مستويات مقاومة الأسهم دي ما كانتش وستطلها في طلعة السوق فعشان السوق كله يعني يبقى وصل تقريبا من مستويات المقاومة ومنها البنك التجاري الدولي فهو بحاول يتداول شوية عند مستويات المقاومة درائية لكن أظن لو حصل جالي أرباح في السوق يعني طبعا ممكن يطول البنك التجاري الدولي غدا موعد التداول على سهم دومتي أستاذ محمد ما هي التوقعات ويمكن قد تكون جلسة يوم غد هي اللي ستحدد بالنسبة للسعر العادل بالنسبة لسهم دومتي هل سنرى ارتفاعات حقيقية على السهم مثل قطاع الأغذية والأسهم التي أدرجت بالسنوات الماضية شهدت بأول يوم ارتفاع قوي في الحقيقة التروحات في أولها بيبقى فيها إيموشنز عالية من المستثمرين في توقعات مختلفة الناس اللي اكتتبت عندها توقعات فممكن يحصل شوية ترددات في بداية الجلسة لكن في النهاية أعتقد أن السهم هيستقر عند مستويات مضاعفات ربحية بتاعة القطاع يعني إذا قلنا أني مثلا جهينة وإيديتا بيشتغلوا في حدود متوسط مضاعف ربحية تقريبا في حدود العشرين فأعتقد أني من الطبيعي جدا أن السهم دومتي برضو يستقر في حدود مضاعف ربحية العشرين اللي هو تقريبا بيساوي سعر طرح السهم تقريبا يعني حتى لو التغطية لم تكن بذات المستوى المطلوب لا دومت شركة قوية والتي عملت عليها الدراسات وكل حاجة فأعتقد أني لأن مقرع الأغذية قطاع في مصر بالذات قطاع مفضل ومن نسبة لأن في عدد سكان كبير في مصر فقطاع إراداته متوقعة وبتبقى محسوبة كويس وفيها نوع من السبات اللي بيميل للمستثمرين خصوصا في الفترة عدم وضوح رؤية الإثمارية في مصر فدائما قطاعات زي الأغذية والأدوية والاتصالات دلوقتي كمان طبعا الاتصالات زمان ما كانتش كده لكن من عشر سنين تقريبا بدأت الاتصالات تبقى من القطاعات الاستهلاكية أو قطاعات اللي هي بتاعة الكونسيومر فأعتقد أنها ستشتغل عند مضاعفات ربحية القطاع بتاعها تقريبا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحث بشركة ماسترز لتداول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة